تنظور المسلمين اللي بيبقوا على هذا المصري الكيمين المصري بيبقى الجنازة بروب رمي الحنائي من ربي اهلا بيكم اهلا بيكم هل انتهى شهر العسل بين امريكا ومصر هل العلاقة ما بين الادارتين باقت كل واحد واخد اتجاه معاكس التاني لتضارب المصالح اللي بتعبر عنها كل دولة هل الكيميا اللي كنا بنتكلم عليها او الاعلام اللي كان بيتكلم عليها اللي بين الرئيس الامريكي والرئيس المصري ما بقتش موجودة الاسئلة دي واحنا بنترحها النهاردة اه مفروض نجد لها اجابة شايف ان 2018 هيكون عام صعب عام صعب بالنسبة للدولة المصرية صعب مش معناه ان انت داخل اختبار او انت حان انت مش عارفه او مش هتعرف تتعامل معاك بالعكس بس مش هيبقى عام الدبلوماسية النعمة لا هيبقى فيه لمس اكتاف مبارح ركزوا معايا في الخبر ده مبارح بتوقيت القاهرة الفجر يعني فجر اليوم ستة من اعضاء الكونجرس الامريكي قدموا مشروع قانون للكونجرس بحجة تسليته الضوء على ما اسموه محنة الاقباط في مصر ستة اعضاء من الكونجرس الامريكي من البابل الطاق كده البابل الطاق هم شافوا ان فيه مصريين مسيحيين وان هم بيعيشهم احنا وان هم مقهورين وانهم 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 وان احنا لازم ندفع عنه وكأن السفير الامريكي في مصر مش عايش جوه مصر وكأنه بيتابع ملف في دولة تانية وكأنه ما يعرفش الحالة المصرية القاصة بين مسلم ومسيحي وما يعرفش كيف تعملت الدولة المصرية على انه لا فرق بين مسلم ومسيحي على ارضه كلنا مواطنيين يعني ايه ستة من اعضاء الكونجرس يقدموا هذا المطلب امس هل احنا دخلين في تشكيل لجنة من الكونجرس متابعة للشأن المسيحي وهل المسيحيين طائفة في مصر الاجابة لا الاجابة قولا واحدا لا ومش محتاج اقول لكم بقى كلام انشاو واصبحنا عنصر واحد وشوف السيسي في ليلة الميلاد المسيح بيروح كاول رئيس جمهورية مصري يحضر حفلات اعياد الميلاد وان فيه كاتدرائية كاتدرائية اسمها ميلاد المسيح موجودة في العاصمة الادارية الجديدة وا 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 لا ما ليش دعوة انا مش رايح اقنع الغرب بس علي هنا ان انا اعمل العقل هو ليه كده فجأة هل علشان القرار اللي تقدمت بيه مصر في مجلس الامن وايدته 14 دولة وامريكا استخدمت الفيتو طب فين المشكلة ما انت استخدمت الفيتو يعني وانت لو ما كاني كنت هتعملي ده اذا انت كنت مبسوط امام شعبك وامام اللوب اليهودي وبتستعرض عضلاتك يحق للدولة المصرية ايضا انها تمارس دورها تحت ضغط ان المصريين بيقولوا هتعملي ايا مصر في ملف القدس الاسبوع اللي فات وده خبر خاص بالمصر فندي يعني اسبوع اللي فات ده جاء الى مصر بعض اعضاء الادارة الامريكية بعض اعضاء الادارة الامريكية طلبين ايه عرضوا على مصر يتم اجراء مناورات عسكرية بين جنود امريكيين والجيش المصري على ارض سينة بهدف تدريب الجيش المصري والقوات المصرية على محاربة الارهاب هو احنا لما اخذ لسه مستنيين حد ييجي يضرب قواتنا الامنية على كيفية محاربة الارهاب اه ما اللي احنا بنعمله في السبع سنين اللي فاتوا هو انت هتعرف الخريطة بتاعت سينة اكتر مني كجيش وبعدين ايه اللي هتدربنا عليه ايه اللي غايب عني وانت تعرفه وانا معرفوش احنا ليه النهار قاعدين في سينة كقوات امنية مطلب غريب صح الادارة المصرية رفضت طبعا رفضت قولا واحدا وقالت لاعضاء الادارة الامريكية نرفض لاننا ارضنا سيادتنا جيش المصري مسيطر واحنا مش محتاجين تدريب ده ربما احنا اللي نديكم تدريب في مسألة مكافحة الارهاب يعني طبعا تروح اتدربوا دول تانية تعرف يعني ايه قوات امريكية في سينة ارجوك افهم للكلام ده وانا عملت حلقة من اسبوع عشر تيام قلتلك فتحوا على سينة في 2018 سينة مطلوبة سينة مطلوبة وجبتلك تصريحات لرجب طيب اردوغان وجبتلك تصريح لمركز بحث امريكي يتوقع مزيد من عمليات الارهابية في سينة واللي بعدها بكام يوم حصل اطلاق الساروخ من انصار بيت المقدس او الدواعش على الطائرة العسكرية اللي كانت بتقل وزيري الدفاع والدخلية المصر بقى انت جاي تحط قوات في سينة انت عارف يعني ايه قوات امريكية في سينة يعني انت اصبحت لابس كده ويش قاعدة عسكرية في سينة حليني بقى على بال ما تخرج انت عارف يعني ايه تخرج قوات دولة عظمة زي امريكا من بلدك لا مسألة صعبة قوي وبتتنازل عن جزء من ارضك لامريكا وده ضد عقيدة الجيش المصري يعني حتى لو القرار السياسي كان موافق وهو لم يوافق الجيش المصري هيرفض هذا ما تريد امريكا الكلام ده يعني هو خبر لم يتم تناوله اعلاميا ولم ينشر يعني وانا بقولك هو انفراد للمصري افندي ان الادارة الامريكية طلبت تدريب الجيش المصري والقوات الامنية المصرية داخل سيناء على محاربة الارهاب وان الادارة المصرية رفضت رفض نهائي قاطع بات بعدها بكم يوم جالك الخبر بتاع الكونجرس ده يلا نبدأ نلعب مصر بملف الاقباط طب ده بالعكس بقى ده انت جاي جاي في افضل توقيت وانا بقولك مواطم مصري حر يتمتع فيه الاقباط او انا بسميه المصري المسيحي فيه مصر المسلم ومصر المسيح يتمتع كل ما هو مصر المسيحي وعلاقة شديدة الود ما بين رأس الكنيسة القبطية ورأس الدولة المصرية مش محتاجة يعني انا لفسي حتى لاقي موضوع اجا اقولك لا ده فيه حقوق ده فيه كذا ده 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 فيه امور تناقش داخل البيت المصري طبيعي لكن هل علشان انا رفض ان انت تيجي تدرب قواتي داخل سينة فتلعبني بوراقة الاقباط فتطلع من كام يوم تقرير امريكي لمركز بحسي على اتصال بدواء لصنع القرار في امريكا بان سينة موطن لعنف شديد في 2018 انتجر طب ايه اللي عرفك طب ايه من اللي وفر الملازات الامينة للدواعش مش امريكا هي اللي خلت خط السير للدواعش بعد اما خرجوا من الرقة في سوريا فاكرين تصريح رجب طيب اردوغان الرئيس التركي بانه جرى تسفير الالاف من الدواعش الى سيناء لاستخدامهم فيما بعد طب لما يبقوا الدواعش في سينة وانا وانت عارفين ده وقلنا ده في البرنامج ثم قوات امريكية طب يفردوا قوات الامريكية تعررت لهجوم الدواعش يجي هم بقى يقول لك اعمل لي كاردون سينة دي بتاعتنا وحاجة ده شغل ثلاث وراءات شغل ثلاث وراءات علشان كده عايزكم تلتفتوا لعام 2018 وفي القلب منه سينة لو تسألني المعرقة القادمة على سينة لن تكون في العراق ولا سوريا ولا ليبيا ولا اي دولة وان السيناريو واضح وضوح الشمس تقططع سينة من مصر او جزء كبير من سينة او شمال سيناء على حساب المصريين ويتم حل الازمة او القضية الفلسطينية وتسكين الفلسطينيين في هذا الجزء وخلاص وشكرا طب انت مش هتوافق وطبيعة ترفض طبعا هترفض يعني مسألة مش محتاجة اقناع او نقاش كثير يعني نبدأ بقى فتقدير ان 2018 ستتعرض في الدولة المصرية الى ضغوط خارجية شديدة جدا وعلينا ان نلتفت لده يا اخوانا ضغوط وهتبدأ من امريكا نفسها اللي ظن بعد السزج ان امريكا خلاص هي ومصر او هي والعرب زي الفل يعني الامور لا تضرب هذا الشكل الامور في السياسة الدولية لا تضرب هذا الشكل هناك سيناريو مفروض ان يكمل حتى الاخر حتى الاخر اربط بقى ما بين طلب الامريكاني الاسبوع الماضي بحجة تدريب قواتنا على محاربة الارهاب حط بعديها بكم يوم اللي هي فجر اليوم ستة من اعضاء الكونجرس الامريكي عايزين يناقشوا ملف الاكباط وانهم متهاضين في مصر وعليك ان انت تسأل هو السفير الامريكي في مصر بيعمل ايه هي ايه الصورة اللي بينقلها في الخارج هل وضع المصر المسيحي في مصر النهاردة غير امن ما الكل مستهدف لو اتكلمت على تفجير كنستين طب وال310 شهيد اللي ماتوا في مسجد الروضة من اسبوعين 3 في بير العبد الارهاب لا يرحم هو بيقتل كل ما هو مدني مسيحي مسلم اي حد مدني جيش شرطة لو انت عايز وصادق النية كادارة امريكية والرسالة للادارة الامريكية وللسفير الامريكي لو انت عايزين فعلا تساعدوا الدولة المصرية في محاربة الارهاب جاوبونا على اسئلة مين اللي بيوفر الملازات الامنة للدواعش مين اللي صفرهم عبر الضروب ودخلهم سينة ما تدون الخرايط دي ما تدون اسلحة مكافحة الارهاب ما تضغطوا على الدول الداعمة للدواعش في سينة وهي دول معروفة بالاسم ما انت عندكم حركة مراقبة الاموال في مختلف دول العالم ما انت عندك معلومات ده اذا انت كنت صادق النية كادارة امريكية علشان كده انا عاوز عايز نتوحد شعبا وجيشا دولة حكومة سينة ستكون وجع المصريين في 2018 سينة ستكون وجع المصريين في 2018 الدولة المصرية ستتعرض لمزيد من الضغوط من الادارة الامريكية مش عشان مجلس الامن وفلسطين خليك زكي ده شغل سياسة وديبلوماسي لكن لا انت امام رجل اعمال بيزنسمان ترامب الرئيس الامريكي وهو بيدير العملية كلها بشكل الصفقات يعني ما عندوش هو الحسابات بتاعتك دي وبالتالي علينا كمواطنين فعلا نكون داعمين للدولة المصرية اقصى درجات الدعم من الان وان احنا نركن على جنب اي خلافات صغيرة متر واحد من ارض مصر ارتوى ب دماء شهدائنا لا يمكن اي مواطن مصري حيفرط فيه دا بيحصل مثلا في الوقت اللي برضو في نفس التوقيت من كم يوم للمرة الرابعة على التوالي الارهابيين في العريش بيفجروا منزل ضابط قوات جوية بالجيش المصري المتقاعد دا بيحصل اه دا بيحصل بعد كم يوم من اطلاق صاروخ على الطائرة العسكرية اللي اقلت وزير الدفاع وزير الداخلية دا تغير نوعي في الحرب تغير نوعي في معركة الارهاب معانا تغير كبير وخطير المعركة شديدة الوطأ معركة عنيفة جدا في سيناء وانت لا تحارب مجموعة من الارهابيين القتلة دواعش لا انت بتحارب اجهزة مخابرات يا اخوانا سيبك من العلاقات الدبلوماسية بالرؤساء الدول هو ترامب دلوقتي لو اتصل بالسيسي ما هالسيسي هيقوله مساء الفل ونتباحث ونتناقش واهلا بنائب الرئيس الامريكي دا كلام دبلوماسي تحية للدولة المصرية التي رفضت طلب الادارة الامريكية لتدريب جنودنا الاسبوع الماضي على محاربة الارهاب في سيناء دا كان هيبقى اكبر مصمار في نعج سيناء فجأة تلاقي قوات امريكية موجودة في سيناء وهم يخططوا يتقل لهم كم جندي امريكي ويقولك لا دي منطقة معزولة ملكيش دعوة بيها يا مصر هنرتب اوضاع الى اخره بقى شغل بقى شايف دا يحصل من كم يوم يجي لك الستة اعضاء كونجرس ارجو من قداسة البابا توادرس اذا وصل الى علمه الخبر اللي انا اعلنته منذ دقائق عن ان ستة من اعضاء الكونجرس الامريكي عايزين يفتحوا ملف اضطهاد الاكباط في مصر ان يصدر بيام فعلا عن الكنيسة المصرية بما يرضي ضمير قداسة البابا توادرس يعني الواحد مش عايز يزيد في ده يعني شخصية وطنية زي قداسة البابا توادرس لا تحتاج الى مثل هذه المناشرة والكنيسة المصرية مكون رئيسي من مكونات الدولة المصرية واحد اعمدتها الرئيسية خلينا نلتفت انا شايف حالة من حالات الرحرحة كده بينك مواطنين لا 2018 صعب 2018 شديد الصعوبة سينة في القلب منه وسينة مستهدفة للخطف يعني خلي بالك كلام ده حصل خلال كم يوم اللي فاته في نفس التوقيت انت لازم تربط بقى يطلع لك وزير الخارجية السوداني احنا بعثنا مذكرة للأمم المتحدة نرفض فيها ونعترض على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية لان ذكرت فيها حلايا بوشالتين وحلايا بوشالتين سودانية رغم رغم ان وزير الخارجية السوداني التقى بوزير الخارجية السعودي في تركيا عقب توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية في ابريل من العام الماضي قبله هناك وهنقه على توقيع هذه الاتفاقية الخبر موجود على جوجل والانترنت دور تهنئة سودانية لتوقيع هذه الاتفاقية طب ما انت مهني من سنة ونص ايه اللي استجد ان انت النهاردة تبعت للامم المتحدة ترفض فيها الاتفاقية نمت سنة ونص وصحيد فدقا اربطوا الحاجات دي هي فكرة وضع الدولة المصرية ومؤسسة الرئاسة وقيادة الدولة المصرية تحت ضغط خارجي دائم صد النهضة السودان حلاب وشلاتين تفجيرات في سينة كونجرس ستة عضاء يطلبوا فتح ملف الأجباط في مصر شايف علشان كده انا برجو من حضراتكم الانتباه ما عندي قلته لك في خبرين الخبر الاول ستة من اعضاء الكونجرس اللي عايزين يفتحوا ملف الأقباط في مصر الخبر التاني حصري للمصر فاندي اللي بعلن لك فيه ان الادارة الامريكية طلبت ربما تكون ضغطت على الادارة المصرية علشان ارسال قوات امريكية لتدريب الجيش المصري على محاربة الارهاب وانا بأفلك الفقرة دي او الجزء دا اللي يتعلق بحلايب وشلاتين طبعا قبائل حلايب وشلاتين ردوا على وزير الخارجية السوداني وطلعوا بيان يعني وبيكلموا فيه عن مصرية حلايب وشلاتين وانا مش محتاجة هو انا بس كان انا عندي سؤال والله بسيط كمواطن لا اقصد فيه العيب ولا اي حاجة والحكومة السودانية على الراسي والادارة السودانية على الراسي من فوق اركنوا الشعب لان دي علاقة ابادية تاريخية بس هو حضرتك حفطرت 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 مجرد افتراض خزعبالي ان حلايب وشلاتين تلك البقعة الصغيرة بتاعتك كحكومة سودانية وبتجرى عليها ماذا فعلت مع نصف دولتك التي تنازلت عنها ونشأت دولة جنوب السودان ده انت في عهدك السوداني انقصى من الصين في عهدك كعمر البشير الرئيس السوداني في عهد حكومته السودان اختطع واصبح نصفين طب مش تروح ترجع ما جرى خطفه منك والسودان انا مش عارب بقى اسميه بقى شمال السودان وجنوب السودان بس السودان كتلة واحدة معرض ايضا للتفتيت طب حافظ على وحدة كيان انت استلمت السودان اكبر دولة عربية كمساح انت استلمت لما استلمت الحكم عبر انقلاب في تسعة وتمانين ما كانش فيه دولة اسمها جنوب السودان ستترك الحكم اجلا ام عاجلا في السودان جرى اقتطاعه منك دون ان تفتح فمك كيف ستواجه شعبك او كيف واجهت شعبك يعني انا موافق لما انا اكون امام قيادة تاريخية تدافع عن تراب بلدها زي مبارك لما دافع عن كيلو متر مربع اسمه طابة نارده هو بيفتخر بدا بيقولك انا مفردتش في سانتي السيسي يقولك استلمت مليون كيلو متر مربع اللي هم ساعة مصر اسلمه مليون كيلو متر مربع انت استلمت السودان كام وبقى كام السودان انقسم في عهدك في دولة كاملة اسمها دولة جنوب السودان ماذا فعلت جيت الكلمة على حلاب وشلاتين لانا بقولك على هفتارد الناس سودانية ماذا فعلت مع نصف بلدك اللي ضاعت الحاكم الذي تقسم بلده في عهده لا يستحق ان يجلس على الكرسي ده ما فيهاش نقاش ده ما فيهاش نقاش لو انت بالدغدغ فانت سايب نص بلدك اللي رايح وجايت يكلمني على حلاب وشلاتين طيب روح يسترجع نصف بلدك الذي فقدته يعني خس الاجواء دي وانا بحذركم من 2018 وبحذرك على شانسينة وبقولك علينا ان ندعم الدولة المصرية في 2018 لانها تتعرض لضغوط عنيفة عنيفة شديدة الوطأ بيطمنك النهاردة رأس الدولة الرئيس عبدالفتاح السيسي وبيقول للمصريين لا تقلقوا احنا جاهزين لكل السينريوهات والرد عليها تحية لجيش بلدي العظيم وسنظل سندا للدولة المصرية بكافة اجهزتها ومؤسستها سينة هتظل غالبا موضوع دائم في المصر فاندي في 2018 بس ده لن يسنين على مناقشة ايضا الشأن الداخلي عندنا في قطاع صناعة الملابس مليون ونصف المليون عامل دي اسمها عمالة مباشرة اخواننا اللي هي العمال اللي وقفين على صناعة الملابس دي عمالة مباشرة فيه عمالة تانية غير مباشرة عندنا ما لا يقل عن سبع تلاف شركة ومصنع تعمل في قطاع المنسوجات والصناعة كان حجم التصدير كنا بنصدر لحد 2010 26% مما كنا نصدره للخارج 26% كان صناعته ملبوسات لما يطلع لك تقرير من الغرفة التجارية المصرية يقول لك ان اجمال ما استورده المصريون في 2017 ملابس بس 49 مليار جنيه واستوردنا بمليار جنيه احزية معقولة 50 مليار جنيه انا 50 مليار جنيه انا بستورد بيها ملابس بدعم بيها الصانع الاجنبي بلدنا بقت مفتوحة بالشكل ده طب وولاد بلد المليون ونص طب المصانع المقفولة طب ايه هي الازمة كيف انا حلها ازاي 50 مليار جنيه يطلعوا بره بلدي تكلم في 2.5 مليار دولار الرقم مش قليل ازاي يخلي 50 مليار جنيه دي جوه بلدي ليه اقطاع الغزل والنسيج وصناعة الملابس بدل ما يبقى فيه اعمالة مليون ونص جزء كبير منها تشرط ما يبقاش 3 و 4 مليون ليه ما يبقاش دولة اعود دولة مصدرة للملابس في مصر قال لك جزء رئيسي من الازمة لما بتسأل المختصين والعملين داخل هذا القطاع بيقول لك التهريب بيجي لك ملابس من بره متهربة تب والتهريب ده بيتم عبر الحدود ومنافذ الجمرقية تجديد الاجراءات تجديد العقوبات عقوبات راضيعة تطلع لانك بتدمر مصدر كبير للدخل القوة انت في حاجة الى الدولار وهل صناعتنا من الملابس والمنسوجات رضيئة والله الاجابة لا والله حرم علينا نقول الكلام ده كيف نعيد الى صناعة الملابس المصرية رغنقها وجاذبيتها انا جيل اتربة انا من جيل اتربة وانا راجل خمسيني على المنسوجات المصرية ولا تزال فاخرة والله شركة من الشركات اللي زال فول اسمها العمرية اعمل لها اعلان هنا منتج مصري 100% ندعم الصناعات دي مش عايز اقول كلام انش الرقم خمسين مليار جنيه يجب ان تتوقف امامه لجان داخل البرلمان المصري عايز اوقف النزيف ده هذا النزيف ينبغي ان يتوقف بالعقل بالعلم مش مجرد قرارات وقعدة وكبيتين شاي لا ما هي مشاكل صناعة النسيج وصناعة الملابس في مصر واحد اتنين تلاتة اربعة كيف ما هو الحل والالتقاء بقادة هذه الصناعة وخبراتها انت عارف خمسين مليار جنيه يعني ايه يعني تقوم بلد تقوم مصانع كم مصنع مقفول خمسين مليار ده من جيبي وجيبك وكلام كنت بناقش احد الصناع قبل ما اطلع هوا بقول له طيب انا هيكون عندي حمية وطنية انا وجيلي اللي في سنه وربما لفروق الاسعار واشتري المنتج المصري بس عندنا مشكلة الشباب اللي طالع فيه حاجة طالع بقالها سنوات اسمها البراند ايه الجاكت اللي انت لابسه ده يا خير يعني ده مش براند الساعة لازم تكون براند الماركة قصده الماركة الاميس لازم يكون ماركة والفشخارة ان انا اقول لك ده الماني ده ايطالي شبابنا بيعمل ده فبقوله طيب ده الشباب هو الطاقة المستهلكة لصناعة الملابس يعني نا اه هقول لك هاستخدم البجامات الانتاج المحلي بدل لو مظبوطة انتاج محلي بلبسها وفيه هنا هو بس ما قدرش يذكر اسماء وبجيب منهم قلت له بس المشكلة في الشباب الجزمة التشيرت الايه الايه قال لي احنا مش هنخترع العجل ناخد توكيل من المركات العالمية دي ونصنعها جوا مصر توكيل ونصنع جوا مصر مقابل استغلال الاسم بنديله من نسبة بنشغل ولدنا بننزل انتاج في السوق وبنصدر ايضا هل دعوتي او استغاستي ستجد استجابة من السيد رئيس الوزراء ومن السيد رئيس البرلمان المصر فاندي يا دق نقوس الخطر خمسين مليار جنيه حجم استراد المصريين من الملابس الجاهزة في هذا العام والرقم قابل للتصاعد خلي بالك الرقم ده قابل للتصاعد ده انت ممسوك ممسوك في السعر عشان الدولار ما لو الدولار كان بعشرة بقى كان بدل اتنين ونص مليار دولار استوردت بخمسة مليار دولار مصر خلعت النسيج والصناعة الملابس في مصر هي اللي يتعمل فيها كده والرقم يبقى متداول بنا ولا حياة اللي من تنادي لا طبعا لابد من وقفة جدة حقيقة وارجو من السادة اعضاء لجنة الصناع بمجلس النواب يعقدوا اقتماع هذا الاسبوع ويفتحوا ملف يحاولوا الاجابة عن السؤال كيف نحل مشاكل صناعة الملبوسات في مصر ايه هي العقبات ايه هي العواقق اللي عليه قروض نسددها اللي عليه ديون نرفعها اللي عايزين دعم فن نوفره انت بتدعم صناعة بيشتغل فيها مئات الالاف وهتوقف نزيف الاستراد من الخارج ده جايلك شوف الخبر الجاي احنا بنطلع خمسين مليار جنيه برا يعني اتنين ونص مليار دولار ولما انت بتشتري ملابس من برا فانت بتدعم العامل الاجنبي لو شرم الصين يبقى انت بتدعم العامل في مصنع الملابس الصيني بتشتري من تركيا بتدعم العامل التركي في مصنع الملابس تشتري من الالمانيا بتدعم العامل الالماني صح الكلام كده نشع عندك ايه مصنع قفلت يبقى عملت شردت يبقى زودت البطالة ده غير البطالة اللي بتطلع لك كل سنة يبقى انت عندك بطالة ايه وانت فييس شعب غريب دين ونص مليار دولار يطلعه برا عادي وانت ابنك عاطل في البيت وهو هذا العاطل بياخد منك فلوس ويروح يشتري التشيرت المستورة يعني هو يدعم عامل خارجي ولا يدعم نفسه تخيل ما ده معناها لو ابني قاعد عاطل في البيت عنده تلاتين سنة واخد مني فلوس يشتري تشيرت اجنبي ما كده بيدعم العامل الاجنبي طيب فيه مشروع مقترح تلقته لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان لصرف اعانة بطالة مقدرها 1200 جنيه للشباب اللي مش لقي شغل بداية من سنة تلاتين وتصرف لمدة تلات سنوات مقترح حلوة هو البرلمان بيقولك نساند البطالة ما فيه اعانة بطالة في الخارج رد عليك دكتور محمد معيد نائب وزير المالية قال للأسف بح ابو بلاش خلص اساسا ما فيهش فلوس اقترحوا زي ما انتوا عايزين بس انا هجبلك هجبلك منين هذا الاعتماد ده انا عندي عجز مالي السنة الجاية ضخ 10% في الموازمة عندي عجز 10% وبالتالي اللي يقدم لك طراح زي اعانة البطالة علشان ما يطلعش قدام الشعب ويقولك احنا نواب البرلمان اهو قلنا اللي الحكومة تصرف 1200 جنيه والحكومة رفضت لا هي مش كده الحكومة عندها عجز في الموازنة العام القادم يزيد عن 10% حاجة تانية الدستور حاليا بيقولك لو انت عندك مقترح زي ده جوه البرلمان عليك ان انت تذكر الموارد بتاعته بمعنى مش انت حضرتك سيادة النائب عايز تصرف لكل عاطل 1200 جنيه شهريا لمدة 3 سنوات اذا انت قدرت عدد العاطلين في السن ده هفترض ان انت هتحتاج سنوان 10 مليار جنيه الدستور بيقول لحضرتك قول لي العشرة مليار جنيه هتجيبهم منين يا امر صح ولا غلط انت بقى مش انت المشرع قول هفرة جنيه على كل علبة سجاير اللي انت عايزه 50 قرش على علبة المعسل 10 ساغ على دستورة الاطر ما عرفش هتجيب من ايه انما ما تروحش للمالية وتقول لها دينا 10 مليار جنيه مثلا هتقول لك من ايه اللي مواغزة ده انا كل طلعت شمس بدفع عد كده احنا السنة دي 2017-2018 العام المالي كل طلعت شمس الحكومة بتستلف من البنوك مليار جنيه سلف الف مليون جنيه الفوايد هتوصل لـ 300 مليار جنيه المالي القادم طيب ما انت بدل ركزوا معايا بقى في اللي جاية دي ما بدل حضرتك ما تسرف اعانة بطالة 1200 جنيه للعاطل المصري ما تشغل المصانع اللي وقفت ما تقوم صناعة الملابس والنسيق في مصر على الاقل لما انت هتاخد 10 مليار جنيه حتى من وزارة المالية او حتى قروض من البنوك يبقى انت شغالوا هتسددها يعني ازاي حضرتك كبرلمان ازاي حضرتك كبرلمان بزمتك يا شيخ عاوز تدعم العاطل المصري وتدي له 1200 جنيه وانت في نفس الوقت هتعارف ان خارج من البلد 50 مليار جنيه سنوان استراد ملابس طب ما ترجع ال 50 مليار رجع نصهم قوم صناعة الملابس في مصر ابحث عن العرقيل ادعم هذا النشاط حتزود فرص عمل حتمتص البطالة حتزود الدرايب ارادات للدول يا سيدي لما تجيلك الارادات دي قول انا هقوم مصانع الغزل والنسيق في 2018 بس يا وزارة المالية لو سمحتي ما كانش مستهدف عندك ان المصانع دي هتديك الدرايب السنة الجاية ممكن نقططع منها جزء اعانة بطالة يعني شغالها كده وبدل ما تدي له سمكة اللي هي اعانة البطالة تدي له الصنارة مش ده دورك كبرلماني بالمناسبة يعني خلي بالك في قلب الوقت او في نفس التوقيت اللي وزارة المالية بتقول ابو بالاش خلص وانا ما اقدرش امول مشروع اعانة بطالة لاني ما فيش فلوس وعندي عجز موازنة نهارده الرئيس السيسي بيدي لك تصريح بهذا المعنى عندما يتحدث على ان اي مشروعات جديدة هتعملها الدولة صعب انها تدعم على اقل كمواطن ادفع تمن التكلفة ليه تعليق طبعا على ما قاله الرئيس السيسي بس ساعدوا نشوفوا الفيديو اللي قال فيه الرئيس السيسي هذا التصريح لن يكون سعر اسعار المشريع اللي جاية ديت للمستخدم اسعار عادية زي ما بتتقدم دي لوقت بكلمكم بكل صراحة لا هتبقى شاء النهارده انت هتاخد عشرين تلاتين مليار جنيه من البنوك عشان تعمل خط متره زي كده انفق بس من غير معدات اذا كنت انا فاهم لما نحط مهدات كمان يبقى بنتكلم في عشر اتناشا مليار كمان ده مش حينفع ان احنا نعمله ويبقى التذكرة بالسعر اللي موجود دلوقتي ولا بضعف التذكرة دي ولا بتلت اضعفها ايه معنى كلام الرئيس السيسي بولك انا كدولة انا هاقترد من البنوك مثلا درب مثال خمسين مليار جنيه عشان اعمل خط مترو انفاء بحفره بانفاء وكلام ما اقدرش ما اقدرش وانا سالفة كدولة الفلوس دي اديلك التذكرة من مجنيه واثنين جنيه ما انا ما اقدرش المشروع كله انهار انا كحكومة وكدولة مش عايزة اكسب منك كمواطن بس على الاقل اديني تكلفة الخدمة يعني اديني تكلفة الخدمة ولا الخدمة تنهار في المقابل ما انا بلاقيك كمواطن بتركب المكروباس بتلتة جنيه وخمسة جنيه وبتدفع ده عن طيب خاطر ما اخلينا نتكلم بصراحة حاجة هنا اطبل لك واقول لك ويا سيسي وخلي الدذكرة بجنيه لا يبقى انا كده بخونك وبخون ضميري بصراحة لا المشروع كله ينهار لا ممكن نقول للدولة ايه شوف التكلفة الفعلية واسميها على سعر الدذكرة والسيسي اساسا واخد القرار قالك ولا حتى طلت اضعاف يعني لو دذكارت المترو بخمسة ستة جنيه لازم تدفع بس في نفس الوقت اللي انا هقول فيلي الحكومة يعملي التكت التذاكر دي بخمسة وستة وسبعة ان شاء الله عشرة جنيه حاجة قولها لا وسمحتي انا معاك قلبا وقلبا في اللي عملتين بس تعالي بس نعمل حاجة صغيرة خمسين في المية تخفيد لا اصحاب المعاشات خمسين في المية تخفيد للمعاقين يعني اتفاهم خمسين في المية تخفيد للطلبة ماشي بس الغباء كل الحاجات الباقي فالدولة تقولك ماشي يعني دولة تقولك هتحمل فرق التكلفة ده بس انا اركب مترو ادمي نضيف زي ما كان افتتح من عشرين سنة واركن عربيتي زي الفل مدفعش ليه عشرة جنيه او خمستاشر الشعب كله مش طبقة واحدة او ظروف اقتصادية واحدة في ناس ايضا قادرة على الدفع يعني انا بس اقايد الرئيس في قصة ان التكلفة يدفعها المواطن لكن بعض الفئات نراعي فيها طريقة الدفع انا ضربت امثلة بالمعاقين بالطلبة بأصحاب المعاشات واصحاب المعاشات اليوم عندي خبر مهم اه بعد الفاصل هقوله واحنا بينجيب سرط البطالة وبقولك خمسين مليار جنيه هربة برا مصر بنستورد بيها ملابس وكل ما تفطق عليه زه بعض السادة النواب انهم يصرفوا عنة بطالة 1200 جنيه بدل ما يفكروا ازاي يوقفوا نزيف استراض الملابس بخمسين مليار جنيه بطالة هم في كل بيت يعني وكم الجوابات الي بتيجي للبرنامج والبعض بيندهش يقولك لسه في حد بيبعد اه والله ما مش كل الناس يعني زي حضرتك عندهم ايميل وفيسبوك وكلام الناس لسه برضو الكل والله يعني النهاردة كنت بفرز الصبح عدد من الجوابات جات للأسبوعين اللي فاتوا والله العظيم ما لا يقل عن 70% منها البحث عن وظيفة البحث عن وظيفة انا اعجز عن ده يعني بطالة بطالة بقى خلت سيدة مسنة في المنصورة توقف محافظ الدهلية الدكتور احمد شعراو وتستغيز به شوفوا استغاسة ام مصرية لتعيين ابنتها وكم يعني ربنا يحفظها ويحفظ كرامتها بس كم يعني الايه التوسل مش عايزة استخدم تعبير اقصى من كده التوسل للمحافظ تعالوا نشوف الفيديو ده انا نسلة والله اجيب قدرة فالاكل بتاع بيتاكسك قلت لا لانا هابوس رجله والله لا ما شاء لانا هابوس رجلك اسأل على ابوها مقترب في المحافظة كرش تقول العاملين لانت ما تعرفش عندي القلب ونزلت جال مواطنة مصرية هي متصورة انها اول ما هتشوف السيد المحافظ فهيستجيب لي طلبها عايزة اقولك المحافظ لا يستطيع لا يستطيع من سلطاته انه يعيلك حد في دوان عامل حكومة دوية الحكومية ده حاجة اسمعها درجة والجهاز المركزي للتنظيم والادارة يعني امر مش بالسهولة دي بس المحافظ خفف عنه لا حاضر هابلك يوم الحد يعني بكرة وحشوف ملف بنتك وحاول انه عينها ممكن يتصل بصديق ليه صاحب مصنع مستثمر يعين البنت في اي وظيفة السؤال بقى كم ام مصرية وكم اب يستطيع ان يقابل المحافظ وجه الوجه ويستمع اليه ده صدف هل هنطرق تعيين ابناءنا للصدف ولا ينبغي ان يكون هناك مشروع حقيقي في الحكومة المصرية للتشغيل انسى كلمة التعيين للتشغيل انا عايز اشتغل اول مصحة الصبح من بيتي ان شاء الله الفجر انزل على شغل عندي شغل ويسيبك بقى من دوان الحكومة وكلام ده عندنا يعني عمالة متجاوزة للنسب العالمية بس ايه تشغيل تشغيل اي مشروعات وكم مشروع اتعمل للفترة اللي فاتت كان الواحد فرحب فيه وقلت يا ريتي انتشر في كل محافظات مصر فاكرين بركت غليون بتاعت السمك والنهارده الانفاء اللي افتتحها السيسي في الاسماعيلية البطالة قنبلة قنبلة موجودة في كل بيت بس عايزة تفكير وعايزة ايضا جزء من شبابنا يبطل فكرة ايه ده هيديني الف ونص الفين جنيه ده انا باخده مصروف من ابويا يا عم ابدأ يا عم الحياة مبتقافش على الف ونص الالفين اللي انت بدأ بيه مليونيرات واعازم الناس في البلد بدأوا من تحت التحت والنهارده وصلوا لمكانة انت مش عايز تبدأ في اول خطوة ما نعز المشكلة برضو ليه جانبين جانب ان انت عايز تضغط على الحكومة تعمل مصانع واستثمارات لتشغيل الشباب وجانب ايضا بتطالب فيه الشباب انه يغير فكره انه ما يبقاش اسير للوظيفة والمكتب وال وال وهيديني كام في بعض اصحاب شركات ومصانع عندهم مدراءة شعار الموارد البشرية لما بلتقي بيهم يقول لك واحنا بنعمل الاختبار الانترفيو مع الشباب فبقول للشاب لسه بسأله بقى خبراتك اول سأله يسأله انتوا هتدينه كام يقول له يا ابنة وانت تعرف انت هتشتغل ايه او ايه المهام او الساعات طيب ساعتك عاوز كام بس قالك بس يعني مدير احدى الشركات الكبرى موارد البشرية قال لي بس مع ارقام مهولة يعني من تمانية وعشرة وهو لسه بادئ اللي هو خبراته صفر يعني يا رب الخير لمصر انا هطلع فاصل قصير وبعد الفاصل عندنا خبر مهم عن المعاشات وايضا عن اموال مبارك اللي فك التي جرى فك تجمدها في سويسرا هل تعود المصرفين دي يقدم اقتراح يقدم اقتراحا لكافة رموز نظام مبارك بعد الفاصل اصحاب المعاشات اتكلمنا كتير عن اصحاب المعاشات في المصر فاندي وقلت ناس لا صوتها لاو عواجيز غلابة حتى لما كان كل واحد يقطع الطريق الموضة بتاعت 2011 ما كانش يلاقوا حد يسندهم ينزلوا على الارصفة يعملوا مظاهرة يطلبوا بيها بالزيادة المعاشات لكن فيه رجل مصري حر كده ومشاكس طول عمره ومشاغب وعاوز حقه اصحاب المعاشات واسس اتحاد هو بيرقسه لاصحاب المعاشات يطالب بحقه هذا الرجل المصري هو الاستاذ البدر فالغالي بدر فالغالي تقابله على اهوة معروفة في بورسعيد فارش واعد كده مواطن رفع قضية وبيطالب فيها بضم علوات معينة كان مفروض الناس قبل ما يطلعوا من الخدمة ياخدوها ضم العلوات دي يؤدي الى زيادة المعاشات ماذا لو صدر الحكم الحكم كان مفروض منذ عدة ايام صدر حكم بمحكمة القضايا الادارة بمجلس الدولة اجلوا بقى النطق بالحكم الى جلسة 26 مارس معي على التليفون الاستاذ البدر فالغالي مسائل فل يا استاذ بدر ايوة مسائل خير مسائل خير ازاي حضرتك اخبارك الله يشديد اه الحمد لله انا عاوز اعرف اه القضية اللي حضرتك اختصمت فيها الحكومة تتعلق بايه فكرة فرق العلوات هو المحكمة الدستورية العليا اصدرت حكما بحقية كل اصحاب المعاشات في استعادة 80% من قيمة الخمس علوات الاخيرة قبل خروجهم على المعاش نعم بعد ذلك طلبنا من وزيرة التضامن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا طلبت ان 9 مليون من اصحاب المعاشات يتجهوا الى المحاكم ويرفعوا اضايا فردية وشخصية واللي يصدر له حكم يبقى يجيني وانا نفذ له حكمه فانا حتى كلمتها من زمان يعني وابل ما اقطعها قلت له حكم المحكمة الدستورية ده حكم اللي هيقبل لاستئناف ولا اي محكمة اخرى ده المحكمة الدستورية سبق لها حكمت بحل مجلس الشعب اربع مرات وتن حل المجلس ولم يستطيع اي مسؤول ان يعترض على احكام المحكمة الدستورية رفضت فانا جاءنا لمحكمة القضاء الاداري من اجل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا استمرت جلسات وجلسات بانا يجي سنتين وفي الوقت كنا في الدائرة الاولى وحولنا للدائرة التانية والنهاردة احنا في الدائرة 11 استمرنا في الدائرة 11 وفي الجلسة الاخيرة اللي هي يوم اربعة اتناشر اه قدمنا كل الدفاعات وكل المجتندات التي تؤكد حقيتنا فالتأمنات والشؤون القانونية بتاعتها ووزيرة التضامن قاعدوا يطلبوا تأجيلات تأجيلات الا ان المحكمة حجزت القضية للحكم يوم 26 مارس القادم ده اخر حكم دينا طيب انا هتوقف بس غالب اذا صدر الحكم انا افترض ان الحكم صدر لا اصحاب المعاشات تفتكر متوسط التكلفة المالية هيبقى قد ايه؟ هو هاية مفوض المحكمة هاية مفوضين نفسها نعم اقرت بالاحقية احنا الوزيرة بتقول دي مبالغ كبيرة طيب طيب اللي يمنع ان احنا نقصة المبالغ الكبيرة دي يعني كل واحد يشوف معاشه هيزدد وكام يزدد معاشه اما ان نجي على الاصر الراجعي اللي هو الكبير بقى طيب نقصته على ثلاث دفعات اربع دفعات يعني احنا ناس محناش احنا يعني ناس عاوزين حقوقنا وبالتأسيط يعني حتى الحقوق اللي بالتأسيط كمان لا لا انا بكلم عندك تقدير كم مليار جنيه حتى تتحملهم الدولة او الحكومة او هاية المعجلة والله يا اوة احنا ما تسأل برضو احنا لنا كام اوة المشكلة عندنا مش ان انت هتاخده كام ما تقول ان احنا لنا كام دي احنا الوزيرة بتعترف بسبعمية وخمسة مليار جنيه ونسيا طبعا الفوايد احنا بنمتلك تيرليون نحن ملاك تيرليون يعني احنا تسعة مليون اسرة لما تقول بتهدخله كام طبعا تقول هي عندها كام طبعا تقول تحويشة عمر اصلي احنا كمان ما تنساش مش تسعة مليون احنا عدنا تمنتاشر مليون من العاملين في كل مؤسسات العامة الدولة والخاصة بهم بيدفعهم طبعا وبالتالي احنا بالمثل اغلبية الشعب المصري طب انت شايف ان الحكم اللي هيطلع هيبقى خاص فقط لحضرتك كرفع الدعوة ولا حينسحب على التسعة مليون يعني رافع الدعوة باسم اتحاد اصحاب المعشاد للتسعة مليون الوثيرة عملة تقدم اوراق وتقول لا دا هي دعوة شخصية هو الوحده دا هو مش رئيس الاتحاد فنجيب لها وراء هي مضي علي من نفسها ان انا رئيس الاتحاد نجيب لها وراء من القوى العاملة ان انا رئيس الاتحاد وان الدعوة دي هي دعوة باسم كل الملايين من اصحاب المعشاد غالبا الحكمة هيصدر وهيحدد دي دعوة شخصية ولا لكل اصحاب المعشاد صح؟ لا الدعوة ما هي الشخصية دا لو شخصية ما كنت انا مش عادة لا انا بكلم القاضي بقى ما احنا ما نعرفش المحكمة هتقول ايه بقى حكمه بقى حكمه القاضي عمل تصويت مرة في القاعة في احد الجلسات كان حضر عدة مئات اكتر من ربع مئة قائد من قوات المعشاد من جميع المحافظات وقالهم انتم عامين رفعوا بالاجماع ربع مئة ايد طرابعة هنروحنا مع البدري المواطن المصري الاستاذ البدري فالغاري باشكر حرتك على مدقلتك هننتظر 26 مارس القادم ما هو الحكم اللي هتصدره معكمة القضاء الاداري هل اذا صدر لصالح اصحاب المعشاد عايز اقولك هايبقى مفاجأة كبيرة للحكومة لانه هيبقى مبلغ كبير جدا الموازنة العامة للدولة او وزيرة التخطيط اكيد بكنتش عاملة حسابة بس دعونا ننتظر ل 26 مارس من كم يوم اعلنت سويسرا انها رفعت الحاضر عن اموال مبارك ورموز نظام مبارك خلاص قالك احنا ما جتلناش احكام نهائية بان الفلوس اللي تكونت دي او اللي عندنا هي نتيجة اعمال فساد طبعا مكتب النائب العام في مصر طلع بيان وقال لا احنا قدمنا احكام قضائية نهائية بس الجانب السويسري بيتجاهل ده حجم الاموال اللي سويسرا حجبتها في 2011 كان في حدود 750 مليون فرنك سويسرا بس البيان اللي طلع من سويسرا برفع الحاضر عن اموال مبارك ورموزه قالت المتبق الان 450 مليون فرنك سويسرا وانا حاولت اعرف طب هو 300 مليون راحوا فين يعني بس انا عايز ايبعت رسالة للرئيس الاسبق حسني مبارك ورجال مبارك ممكن تكون سويسرا رفعت الحاضر عن اموالك بس ايه اللي يجبرك وانت كنت مسؤول ان تضع اموالك في بنوك سويسرا اذا كان المال حلالا بلالا وانت تربحته شرعا وقانونا اكيد يبقى موجود داخل البنوك المصرية صح في ناس عندها اموال سائلة في البنوك مليارات في احد الاشخاص عنده ما يتجاوز 15 مليار جنيه حساب شخص مصر ارده وعرفته مصر لانها اموال حلالة فين المشكلة يعني لما انت تقولي انا فاتح حساب في سويسرا بحط فيه فلوسي وما يبقى الشخص يبقى اغلب رموز مبارك يبقى الفلوس دي فيها انه فانا بطالب او بناشد انا مليش لسلطة ولا لي الحكم على الناس لكن بقول ما كل رموز مبارك ومبارك واسرته ومن له اموال في سويسرا طالما اتفك الحزر يتعمل عنها تنازل للحكومة المصرية اما باكملها او نصفها او 70% منها بس فكرة انا حر كمواطن اقدر اخذ الفلوس من سويسرا بس هتنازل عن نصيب كبير منها اللي لم يكن كلها للحكومة المصرية المبلغ اللي تم تجميده من 10 الى 15 مليار جنيه انا كان لها رأيك سويسرا لن تعيد اليك فرانك واحد ده اللي عارف ليه هي منظومة البنوك السويسرية امت على كده وانها لو اتفاق مع اي شخص حاولها امواله عندها يبقى النظام البنكي المصرفي في سويسرا كله حينهار قبل ما اطلع فاصل عاوز انوه الى ان بعد الفاصل هيكون ضيفي الكريم احد عمالقة التشييد والبناء في مصر الانشائي وابن البلد والمقاول الكبير مهندس حسين صبور بس عاوز ابعت من المصرفان دي تحية وتهنئة للسيد رئيس الوزراء مهندس شريف اسماعيل بهنئه على نجاح العملية اللي اجرها في المانيا على وصوله سليما المعافى الى ارض الوطن هو حاليا في بيته بيقضي فترة نقاها وحيبدأ من الغد الممارسة بعض الاعمال المكتبية الخفيفة من بيته لادارة دولاب الدولة اللن يستطيع ان يذهب مباشرة الى مقر مجلس الوزراء لانه في فترة نقاها قصونا كثيرا في النقط على مهندس شريف اسماعيل ولكنه كان نقدا نراه بناءا لانه كان ينتقد القرار للشخص والنهاردة من ابن البلد المصرفان دي انا ببعد تحية تهنئة لمهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء ولأسرته واتمنى له تمام الصحة والعافية وان يعود الى رئاسة الحكومة ويباشر مهام عمله ولو طلع قرار شايفين انه ممكن يأثر على المواطن المصري سلبا انا انتقده لكن يحق لك التهنئة بسلامة العودة تمنياتي لكم بعد الفاصل مهندس حسين صبور في الاقتصاد بيقول لنا ان قطاع التشييد والبناء لما بيشتغل بيجر وراه اكتر من مئة صنعة ربما ده اللي خلى الرئيس السيسي من ثلاث سنين ونصف لما مسك الحكم انه هو يفتح الادراج ويطلع مشروعات اغلبها انشائي وتعميري علشان يوفر فرص عمل وزي ما مرة في احدى اللقاءات قال المشروعات دي بتوفر ما يقرب من اثنين مليون فرصة عمل قطاع التشييد والبناء اخبروا ايه في 2018 احنا رايحين فين خاصة ان عدد العاملين في هذا القطاع على مستوى الجمهورية ملايين كتير جدا اي ملايين الاسر ولما اجي افتح ملف التشييد والبناء يبقى لازم يكون ضيفي هو واحد من كبار رواد التشييد والبناء في مصر مهندس حسين صبور مسائل فل مسائل خير يا فندم 2017 كان عمل ازاي بالنسبة لقطاع التشييد والبناء في مصر لانه ده العمل لشهد تعويم الجنيه لازم نعرف ان الاسعار ارتفعت انا مستشار لشركة قطاع عام عملتها عمل لها مشروعين كبار في اسكندرية بلغتها بقيمة المشروعات دي عملتين سكندتين كبار قبل التعويم لكن ما طرحتش الاعمال الا بعد التعويم فرئيس الشركة قال لي فرق السعر كام فدرست دراسة عميقة فرق السعر 42% كويس ده امتى ده اول التعويم النهارده الدنيا غديت ليه اتشال الدعم جزئي عن الكهرباء والطاقة البترول والبنزل وده داخل فيه المصانع عشان تنتج حديد او تنتج سمنت او تنتج اي سلعة داخل فيها هذه الضرورية وهي الطاقة بترول او كهرباء فده زلت لأسهار تاني انا حضرة بمسلا انا انا مهندس عجوز بدأ شغلي من سنة 57 كنت بشتري من وانا صغير من تجري التجزئة في الزتون الحديد بالطن باربعة وشتين جنيه الطن باربعة وشتين الطن النهارده بفوق العشرة تلاف جنيه من يوم ما حدثت التعويم واحنا بنجيب الخامة الأساسية للحديد من برة رأيت كتة الحديد ثم بنشدها نعملها اي حاجة البليت والكور ايوة فدي بنشتريها بالدولار بـ 18 جنيه بعد ما نشتريها بالدولار اقل فاقل 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 ما يا حضرتك نعم ايه اللي جاي محدش يعرف يعني انتم وانت من انت حسين صبور في قطاع التشهيد والبناء الصورة عندك ضبابية في 2018 عشان كده لازم الواحد يشتغل بمنتهى الحرص يعني ايه اللي كانوا بيشتغلوا في قطاع العقارات المعظم الناس كانوا ناس صغيرين بيقدر يشير أرض ويبني أمارة فأول ما عمل لها رسم يبتدي يبيع على الرسم كويس لكن لما يجي يبني السعر السعر اختلف هو كان مقدر انه هيكلف المتر هنا مثلا الفين جنيه على ما يخدوا الرخصة وكانت في بلدنا الرخص بتتأخر وما زالت بتتأخر وعلى ما يبتدي يدم فلوس من المشتريين عشان يبتدي يبني السعر بدل ما كان بقى الفين بقى تلات ثلاث أو أربعة ثلاث نعم فهؤلاء الناس في منتهى الخطورة انهم يشتغلوا بأدي الطريقة يعني ايه حرك ده بتوجه رسالة الى أصحاب شركات المتوسطة والصغيرة في قطاع المقاولات ما تبيعش أبدا عن الرسم بيع لما تبني ما تعتمدش على تمويل من المشتريين انهم يدوك فلوس تبني بيها لانك انه يدع بدري وبتبني متأخر ايضا النهاردة الفوائد على القروض بقت عالية جدا بعد ما الدولة عملت 24-25 مزبوط والشركات الصغيرة لو خدتنا البنوك بتتعب جدا عشان يدوها فلوس بالنسبة العالية دي فأصبح النهاردة هذي الشركات في محنة عليهم انهم يدبروا الفلوس برا البنوك من غير البنوك ومن غير المشتريين اه يبقى موانس حسين صبور بيبعت رسالة لكل شركات المقالوات الصغيرة والمتوسط حاجتين لازم تعملهم من تدخل على الفين وثمانتاشر متاخدش قروض من البنوك فايدة عالية جدا 25% متبعش على الرسم استنى لما العمارة تطلع دور او دورين مزبوط تبقى انت عارف تكلفتك فعلا انت بتشتري حديد النهاردة للدور الاولاني وبعد شهر للدور التاني وبعد شهر للدور التالت كل مرة بسعر وفي بعض الخامات لو انت عندك فلوس كتيرة تقدر تجيب حديد العمارة كلها نعم لكن في بعض الخامات ما تقدرش زي الاسمنت بيخسر الاسمنت له مدة واذا ماستعملش يبطل استعماله فانت مش كلمش لو عندك فلوس بقدر ان عندك فلوس باي اسلوب انا ما عرفهوش ثم تشتري كل الخامات تقوله انت اطمنت بقى لا ما تقدرش تطمن على كل الخامات لان بعضها يفسد لو عطلت استعماله يعني انت كده مش عايزه ياخد قرد ومش عايزه يشتري الخامات ومش عايزه يبيع على الرسم لا يقدرش تشتري الحديد لو عنده فلوس لكن مش كل الخامات ما حضرتك ايضا العمالة الدنيا غيرية والطماطم غيرية والخيار غيري والمواصلات فالعامل زود اجرته ولا شكة فيه ذلك العملية في السنة الجاي عايزه حرص شديد على اللي بيشتغلوا فيها مش عايزه مخطرة بتاتا نمرة اتنين النهاردة لما الدنيا غيرية بقى قدرة المصري انه يشتري القلت فلازم ننصرر الشقة ما فيه شك في ذلك حكاية الشقة الـ 200 متر و250 متر وكلام زاد أول حيقل جدا اللي يقدر اشتريها حكاية الفيلات حتى لو صغيرها حيقل اللي يقدر اشتريها لازم نكون عمليين نبعد عن المساحات الكبيرة طبعا في الوحيات الاسكرمية المصري داخله مزادش الاسعار زادت لكن داخل المصري ما زادتش هو بيتعلي قدرته لو انا مصري معقول كويس وابني بيتجاوز او بنتي بتجاوز عايز جبلها شقة النهاردة ما درش يجيب الشقة اللي كنت قدر يجيبها من سنتين ثلاثة بالنفروسي ما اختلفتش قال لوحدة مليون مليون ونص يبقى صغر الشقة ولازم نتعود ان احنا نعيش في مساحات أقل لازم نكون هذا كلام واضح ومن غير ومن غير زعل بس الوصلة المصرية محمدس حسين بتقول لك انا محتاجة على الاقل تلت قوض وصالة ومطبخ وحمامين مسلا مهديم ساعة تعمل مية وخمسين بسأل ليه 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 اه اوضة للزوجين ايوة وقطين للأولاد ولد وبنت فكل واحد اوضة وصالة ريسبشن عشان يبقى فيه صالون وصفرة يعني اللي احنا بنأمله بقول بنأمله مع التطور والزيادة اللي شغالين في العقار والزيادة بتنساش ان الدولة بتبني كثير قوي اللي يمني نعم ان الواحد اخد نهارده شقة اوضة وصالة ومعادي لما ويبقى عندي ولاد انقل لشقة تانية هتقولي ازاي شقتي غلية ما هو شقتي انا خدتها اوضة وصالة لو بيجي تابعها بعد خمس سنين لغلية سعرها ارتفع واللي هشتريها سعرها ارتفع بس بقى قدراتي اشتري اوضة شقة اوضتين وصالة او ثلاثة وصالة بلاش من اول يوم ثلاثة قوض وصالة وحمامين ومطبخ وعرفش ايه يعني انا وانا صغير كان عندنا حاجة اسمع قدر الصالون مقفولة كل السنة غير ما يجينا نضيف مهم وعندنا والملاد بتتحطي عالكنبة يعني الكلام ده نبطله نقيش زي ما العالم كله عايش العالم عايش ازاي في العالم الارقم متأسف الارقم الارقم مننا الارقم مننا الارقم مننا عايش بالطريقة دي فيه شو أربعين متر اللي عام في العالم اللي بسميها استوديو الراجب يعيش في شقة مره رئيس وزراء قال الكلام ده المصرين الترياء عليه قالوا له روحوا عود انت فيها الاربعين متر ما بصد احنا مع الاسف مسر اقرع ونزهي مع الاسف مصر دخل المواطن قليل الى ان يرتفع دخل المواطن ما يدورش على انه يعيش في رخاء نحن في دولة بتبني نفسها دولة كانت نايمة تلاتين اربعين سنة النهاردة صحيت وبتبني نفسها فتصحي الأوضاع مؤكد في المستقبل اللي مش قريب محدش يقولي بعد سنة او بعد سنتين لا اتوقع بعد سنة او بعد سنتين الدنيا تبقى رخاء لكن اللي بيتعامل هو لولادنا لولادنا ليش لولادنا انا ولادي كيبرو لولاد اللي بيتجوز النهاردة فعليها ان احنا نعيش بطريقة معينة عشان ولدنا يعيشوا احسن مننا يعني ايام الرخاء وايام البحبحة ننساها اه احنا في ظرف اقتصادي صعب لازم نعيد اقلامة نفسنا عليه مظبوط انا عايز اقول حاجة الحكومة رأت ان الاسعار تفعت بشدة فعملت ايه قالت كل المتعاخدين مع الدولة المقاولين متعاخدين مع الدولة اذا انا ما ديتهمش في تعويض في السار هيفلسوا صح ليس من مصلحة الدولة تفليص المقاولين المصريين بعد كده اجيب مقاول خواجه اشتغل تبقى كرسة لانه اغلى مننا والمقاول المصري بيشغل زي ما عايز بتقول عمالة مصرية كثيرة فالدولة قدت تعويض لجميع المقاولين اللي بيشتغلوا معهم في عقود مع الدولة وتبقى لها حسابات معينة دقيقة جدا واللي متولي هذا الموضوع وزير الاسكان مع اتحاد المقاولين اذا الدولة عرفة ومحترفة ومش عادة اقول كريمة وها عاقلة عاقلة انها بتعدل عقود المقاولين المصريين المتعقدين مع الدولة ده فكر جديد ده ما كناش بنشوفه ما كناش بنشوفه لكن فيه دايما يقولك العقد شريعة المتعقدين ومناش دعوه لكن فيه حاجة تانية اللي مش متعقد مع الدولة نعم صاحب الملك حيرفو دي عدله عقده مم وهو كما اقول مش عارف يخلص الشغل بالسعر ده مم هذه كريسة تانية لازم يكون الاتنين عقلاء واتنين اتفقوا او اللي هي الاعمال الاهلية ايوه بعيدا عن وها كثيرة نعم وها كثيرة منتجرة في كل محافظات مصر مظبوط مم معي حديدك يعني انا شايف ان النهاردة علينا اولا ان احنا نطلع من الشغل في القاهرة فقط انا كنت الاسبوع اللي فات في احدى محافظات السعيد جمع عن عمل نظام او حاجة يعني انها داعت بعض المسليين وانا منهم تكرمنا عشان نتكلم قدام الطالبة يشوفوا ان امامهم فرص ما يستنىش وصيفة في الحكومة يشتغل وحيلاقي فرصة للنجاح انا بسطتي جدا من هذه المحافظة وقابلت المحافظة قبل ما روح لقيت عنده فرص استثمار كتيرة جدا ما حدش بيروح له حدش بيروح حدش بيروح له ما حدش سمع عنه عشان محافظة في السعيد عشان محافظة في السعيد فانا قلت له انا ما تكلميش في الصناعة ما تكلميش في الزراعة كلمي في العقار لقيت عنده فرص جيدة جدا في العقار ما حدش بيقرب منه ولقيت ان الاسعار عنده يعني يكفي ان نقول له حضرتك ان هو مصعر قطعة ارض على النيل بثمانين الفينين المتر وهذا هو سعر فعلا طب لما الارض بسعر ده تبقى الشقب كام ده رقم كبير ثمانين الفينين متر ده رقم خطير خطير اغلى من القاهرة اغلى من القاهرة اغلى من القاهرة اه معايا ليه لان الدولة منع البناء على الارض الزراعية والارض اللي فضل إليها في حول المدينة وفيها زيادة في السكن الناس بتخلف واهل المدينة دهيا ما بيسيبوهاش العاصمة عاصمة المحافظة دي ما بيسيبوهاش معايا حضرتك نعم فما يقدرش عامل له بقى شقق متين متر مداما الارض بسعر الخطير ده يبقى لازم شوية تبقى صغيرة اسعار الامطار الاراضي ايه في القاهرة الجديدة ده خلنا من الاراضي داني المشكلة اللي انا بتكلم فيها من اكتر من 20-30 سنة نعم وتعبت من الكلام ولا مستجيبة لما اقوله من 20-30 سنة؟ اكتر عملت تكلم مع الارض اه عندما كان مصر تعدادة 20 مليون نسمة كان فيه شركة البرون انباء ومصر جليدة بتعمر ارض شركة المعالي كانت انجليزي بتعمر ارض شركة المؤطم كانت طلياني بتعمر ارض ده في الزمن انا عشته نعم في الزمن قبل ما انا عيش هكذا قال لي مش لي في محاضرة عامة وزير الاسكان الحالي قبل ان يبقى وزير الاسكان قال جاردن سيتي والزمالك شركات اللي عمرتهم انا اما كنت صغير كان جاردن سيتي والزمالك مبنيين لكن في جيل قبلي الحتة دي الدولة اديتها للشركات الجنبية تعمرها يعني ايه تعمرها يعني اتدخلها المرافق كل حاجة واتبيعها معي حضرتك ما دي كده اللي هو مفهوم المطور العقاري لا اللي بتعمل الدولة النهاردة انها بتبيع لي حتة ارض انا بقول انا عايز واحد زي البرون انباء بس انسا انه مصرين ما عندهم الطاقة والقدرة تدي له ارض هو دخلها المرافق هو وصلها المجاري والمية والكهرامة والشوارع وهو يبيع الارض يبيع الارض اما ليه مش يبني يبيع الارض مش يبني مزي مشروعات حضرتك ومشروعات طلعت مصطفى لا 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 يبيع الارض مش يبني في التجمع يبيع الارض مش يبني معناها ايه اه ان المواطن اي مواطن قدامه يشتري بالدولة قدامه يشتري مني ودي مشتري من الثالث والرابع والخامس والعاشر فالتنافس ده هنخلينا نرخي السعر الأرض هو من المحتكر الأرض النهاردة؟ الدولة بتحط السعر هاي عايزة النهاردة بتبيع المتر مثلا في القاهرة الجديدة بـ 8000 جنيه مثلا مين قال إن 8000 جنيه دي هو السعر المناسب أو السعر الصح هل لها منافس؟ مفيش لو قالت 18 ألف حتتباع لو قالت 40 ألف حتتباع لكن لو هي بتعمل وأنا بعمل وده بيعمل وده بيعمل وبيجهز مساحات ضخمة من الأراضي فقال مشتري قدامه مش بس السعر السعر والسلوب الدفع هالكاش ولا تأسيت والمنطقة دي نظيفة ولا وحشة التأسيم اللي أنا عامله تخطيط جيد ولا وحش الدولة هترد عليك وتقولك ما الأرض النهاردة بقت مصدر رئيسي مظبوط لدخلي وموردي مظبوط ضرائب في الاقتصاد السري الاقتصاد السري ده نجيبهم لكن أنا ما بحطرتش ندري بالبيع بس بقول دي نقطة بتضر بقطاعات البناء بناء إيه؟ المصانع نفس بتوع الصناع هايقولك بالبيع للأرض كده غالية كده ليه؟ لما فيش حد بيبيع أرض إلا الدولة للصناع يعني حركة ده عايزة دولة تاخد قطع أراضي صحراء جرداء وتعطيها لشركة قطع خاص مظبوط يعني حاولك مسألة الدولة عملت مدن جديدة عشر رمضان السادات ستة أكتوبر برج العرب وغيرها طب ليه تعمل الأربعة خمس مدن؟ ما تعمل واحدة وتدي التانية الواحدة والتالتة الواحدة والمشتري سيقارن أن هي أفضل أن هي أريح لي أن هي أحسن لي معي حضرتك لكن النهاردة أنا مقدميش كده للدولة بشتري هناك بتقولي المتر في عشر رمضان مسألا للصناعة المتر النهاردة بربع مئة جنيه أنا بقول مسألا حاضر عشان ممصناعي حاضر بتقولي ما تبنيش في المنطقة دي أكثر منظورين حاضر زي ما حصل في مدينة نصر بعتها على أنهم دورين ثلاثة وكلو طلعت نشر دور خدوا الخالف ومتعملوش حاجة لأ أنا رأيي من ثلاثين سنة وأكتر خلي هذا القطاع قطاع التنافسي زي زمان كل بقدره يقول أنا بعمل إيه وهعمل إيه وبأسر ولا ما بأسرش وبدي ميزات إيه للمشتري وبخدمه حضرتك والدولة تدخل منفسة في وسط الدول هنا الدولة تتحول إلى منظم للعمل بدلا من أن تكون التاجر المحتكر فاصل قصير وبعد الفاصل نقمل حوارنا مع ضيفي الكريم موانس حسين صبور موسيقى في الافتتاحات الأنبياء النهاردة السيد الرئيس في الإسماعيلية كان بيكلم بشكل يعني ممتاز جدا عن الشركات المقاولات المصرية بيقول لا إحنا عايزين الشركات دي مفروض عندها خبرات هي اللي تعمل لنا الأنفاء واواواواوا كلام ده واتكلم على مشروعات الأنفاء متر الأنفاء الطرق وبيقول نستطيع أن نحقق الاكتفاء في تنفيذ هذه المشروعات على أكتاف الشركات المصرية موانس حسين صبور احنا عندنا شركات مصرية تمتلك هذه الكفاءة حريحة كان على المترو المترو انا اشتغلت في المترو المقولين العرب الذين اشتغلوا في المترو من المصريين اتنين المقولين العرب كمنفذ بعض العمال وانا كمشرف على بعض العمال مصمم ومشرف على بعض العمال الخط الاول من المترو كنا 19 شركة اتنين مصريين و17 فرنساوي حاجة تكشف معايا منتصف التمانينات يعني اه بس حاجة تكشف برضو معايا في الخط التاني كنا برضو ما قولي عرب وصبوش والباقي كله كان غير مصري كان فرنساوي في الخط التاني استعملها المكناة اللي هي مستعملة النهاردة في الانفاق تحت قناة السويس كان في الخط الاول ما استعملش المكناة دي دي مكناة خبرة جديدة وتكنولوجي جديد ودي للأعماق الكبيرة معايا حضرتك عبارة عن ايه دي مكناة من أعقد ما يمكن وأحسن من يصنحها ألمانيا بتشترى المكناة دي بسهل غالي جدا وبعد كده بيشغلوها الفرنساويين أو كانوا شغلوا الفرنساويين واحنا بنشوف عليهم معايا حضرتك نعم النهاردة ما حدث في الاربع انفاق اللي بتعملوا ان مصر شرط اربع مكنات دول والمصريين جم تعلموا الخبرة مورد المكناة فاهمهم يستعملوا ازاي مكناة دي غالية جدا من ألمانيا موردها بحلنا وجاه بمشورة ألمانيا يعلمونا نستعملها ازاي نعم اتعملوا اربع انفاق الله يبقى انا عايز في اي حاجة بعد كده في انفاق بعد كده خواجة ليه ما انا بيجيب مكناة زي ما بيجيب ونش بس دي مش ونش دي مكناة معينة للانفاق نعم لو تعلمت عليها الكوادر المصرية بتعلمت خلاص فا اه يبقى خلاص بدل ما اجيب شركة اجنبية هي شركة الاجنبية بتيجي بالعمالة بتاعتها بتيجي بيه وعايزة دولار طبعا وبتيجي بقيادة العمالة بتاعتها وبتشغل مصريين اه كما هي تريد مهراتك 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 تسابة المصريين بتعلموا بتعلموا في الاربع انفاق دول اي حاجة نستطيع ان نعملها انا عايزة احكي من خصواتك مسأل فضل مهر اباظك انا وزير محترم جدا وزير الكهرباء الاصبر كهرباء ولما جاي يعمل محط الشبرة الخيمة دي كان اكبر محطة وقتها بيعملها بالمعونة الامريكية عازم مجموعة من الناس انا كنت منهم فرحان جدا بيورينا المحطة بتخلص انا وقتوله انا غير سعيد انا قال لي ليه وقتوله المحطة دي عملوها الامريكان اين احنا بنعمل ايه بنستير فلوس من امريكا والامريكان بيعملوا المحطة واحنا بنسقف وقتوله نحقولك ماسا حدثها في اسرائيل اسرائيل عندما انشئت ما كانش فيها ولا حد يعرف عامل كاربا فاتفقوا مع شركة امريكية يهودية انها 25 سنة ستقوم بكل اعمال الكاربا في اسرائيل بس في 25 سنة تكون شركة اسرائيلية خدت كل الخبرة وهذا ما حدث 100% من اسرائيل النهاردة من الكاربا بتعمل الشركات اسرائيلي ليه لان الحكومة اشترطت على الشركة الاجنبية هتديكي شغل بشرط بالتدريج تنسحي به وتعلم الكوادر وهذا ما حدث احنا ما هنأبوصنا كان مخترم جدا فبعد ذلك بدأ يقيم العروض اللي عنده كان في المية خبرة مصرية طبعا لو جبنا 40% كانت بسقف لنا فنحن نستطيع بالتعلم التكنولوجي دي مش مش سر من الاسرار ما فيش اي حي نتعلمها وعي حضرتك ونعمل النهاردة كل الكبالي بتعمل بيعمله النهاردة المصريين زمان شركات مقاولات مصرية زمان الجامعة عملة ما اسمها كروب كوبري جامعة شركة الماني الفرنساوين عملوا ما عرفش ايه كل ده احنا بنتعلمه اذا احنا عندنا الكفاءة بالتعلم بتعلم تعلمنا تعلمنا في الجامعة لكن تعلمي الجامعة مش كفاية لازم بالخبر الممرسة مع حد عملية واحدة او عملية تين الثالثة عملية واحدة اذا النهاردة عندنا شركات مصرية قادرة لعمل اي حاجة اي حاجة اي انشاء بس ما اضعش عمل المكنة لا لا احنا بنستورد ده اه طيب عايز ااخد حالتك والروح لدولة شقيقة غارة لنا زي ليبيا ليبيا طبعا دمرت ودمرتها العملات الارهابية ومنذ 2011 كعكة مصر فين في اعمار ليبيا عاكس عادتك كعكة مصر فين كانت في اعمار الكويت لما مصر حربت ودخلت الكويت مع الجيوش المحاربة ولما مصر هي اللي جمعت العرب في الجامعة العربية عشان يدلوا وفقة لمساندة الكويت ودي لعلى افاها لمؤخصة دخل الامريكان وغيرهم وبقى حلال انهم يدخلوا يدخلوا صدام حسين وستعدت الكويت مصر اول ما الكويت استعادت نفسها بعتت وفد اسم الوفد سموء تها الوفد الرسمي والشعبي انا كنت فيه كان يرقاس وزير الاسكان وكان معانا الرجل اللي حيفتح السفارة ده كان مدير مخابرات مصر اتنقل اللي بقى سفرنا هناك كان غالط من هذا الكلام كل الوفد ده كان مهنسين ومقولين قطاع عام وققلة مش قطاع عام انا كنت منهم كان الغالط ان احنا نروح في الاول خالص نشوف ايه اللي موجود عشان هنعمل ايه فقابلنا وزير الاسكان قال ما عارفش احنا اتفقنا مع السلاح المنسين الامريكاني ان هو يدير يدير خطة التعمير او اعادة التعمير عادينا قابله قابلنا فقابلنا فقابلنا عادينا ايه قال اصلا عماليا انتهت ايه اللي عماليا انتهت قال احنا نشرنا في امريكا في cbd cbd يعني commerce business day مجالة التجارة طلب الشركات اللي عندها خبرة تبعت لنا ناقيها مفيش ولا شركة مصري معت لنا فقط انت عاملوا في امريكا انا مش عندك سفارة انا مالي اهلان عملنا للعالم كله هم عملوا ايه سجلوا صحابهم الامريكان كنديين اوروبا الغربية السعودية ومقاول واحد كويتي دول خدوا كل الشغل ما خبناش مصر ولا عملية في تعميل الكويت رغم اللي احنا حررنا الكويت واول جيش دخل بنيتي كويت اول جندي دخل كان مصري اكمل حضرتك لما السفير بتاعنا اتكلم وقال مش معقول يا جماعة فلقوله عملية حاجك تكسف تنظيف الكويت لان الهدم اللي وقعد هوا وتكسر الكويت بقى مالية انا راتش ام فاجبنا شركة مصرية من شركات الدولة او شركات النصف دولة راح تنخدت تخنص الشوارع انت كده بتخوفني ان ده ممكن يحصل في ليبيا نمرة واحد نمرة اتنين انا حكام على سوريا قبل ليبيا لان سوريا النهاردة في وفد مصري حروح قريبا جدا من رجال الامار اعادة اعمار سوريا ايوة مين mana هتفع فلوس الامار دي هالمصر حاصل عندها فلوس تتفع لا اذا فلوس هتيجي منين من الحكومة السورية وفي حكومة السورية عندها فلوس اه اي معن presenterاش هتيجي من عالم ام لو 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 روسيا قددت فلوس هتنفيش شركات روسي ام لو امريكا قددت فلوس هتنفيش شركات امريكاني لو اوروبا قددت فلوس طب احنا اين احنا ام معايا حضرتك ليبيا مختلفة شوية لا لحظة انت قد حررتك بتقول ان مصر ستخرج خالية الوفاد من اعمار سوريا الا اذا تنبهنا من بدري والسياسيين المصريين اتكلموا مع السياسيين اللي غير مصريين اصدقائنا ونقول لهم ما نطلبون حتى مكحك ما نطلبش ان انا ابقى كبير انا صغير اخد حتى مكحك لانا ما عنيش فلوس سوريا عشان تعمر هتعوز مليارات سوريا ما عنداش فلوس هتاخدها من العالم اذا ارادنا ان يعطيها لها العالم بيديها فلوس يبقى هشغل شركاتي مش هشغل شركات حبيبك مش هشغل شركات عربية معي حضرتك يبقى هنا عايز اعمل دبلوماسي كبير وبدري من الان حتى لا تخرج مصر خالية الوفاد مثلما جارة في الكويت ايوا الكويت احنا قابلنا احنا كرجال تشيد قابلنا سفير الكويت في مصر ما كانت الكويت محتلة قال لنا القاتي امير الكويت منفي او هربان وقعت في الطائف خدوا جواب من حكومتكم وروحوا قابلوه هيمضلكوا على اي ورقة انه بيديكوا اي شغل كويس قلنا هذا الكلام للمسؤولين المسلمين في هذا الوقت ما احترموش هذا الكلام وروحنا بعد ما رئم كويت استقلت ورجعت وامير الكويت كان لسه في الطائف وكان موجود فيه اكويت الشيخ سعد العبدالله هو نائب الحاكم ولي العهد ولي العهد ما كاناش حاكم طب ليبيا ليبيا لينا مستين فيها اولا احنا على نفس الحيود ثانيا العامل المصري اشتغل هناك ثالثا المواد الخامل مصري المواد البيانات المصرية اسهل حاجة تروح هناك الطريق موجود طريق بري لكن ايضا لازم يكون هناك اتفاق بيننا وبين ليبيا انها تدين ايه ليبيا مش هتكون فقيرة زي سوريا عندها بترول خمسين مليار دولار سنويا عوائد النفط لكن هتحكم ايضا الدول التي حررت ليبيا او ساعدت في شيل الجدافي وهي الاوروبا وامريكا من وراهم انا اؤكد لحضرتك اذا ما كانش الدبلوماسية المصرية تتحرك وبسرعة بعد ما احنا اخدنا درس الكويت ما نبقاش ناخد درس كل مرة ونفهمهش صح وكفى يا سوريا كلام حضرتك بيقول ان احنا مش هنعمل حاجة بسوريا احنا كرجال عمال مرتبين الزيارة لسوريا مرتبها الغرف التجارية المصرية وجمعية رجال عمال مصريين عشان نطلع مع بعض نزور سوريا ونشوف نقدر نعمل ايه ونقول له من دلوقتي احنا جاهزين لا شك ان الشركات المصرية ستكون ارخص جدا من الشركات الغير مصرية في تعمير سوريا وفي تعمير ليبيا لكن يجب ان يكون لنا غطاء حكومي ديبلوماسي قوي بيشتغل من بدري ما نستناش زي الكويت لما تكونت كعكة اتوزعت قبل ان اخرق صدام من الكويت رئيس جمهورية امريكا كان بيروحوا يزور بيروحوا يزور حتى اسمها حفر الباطن على سعودية على حدود الكويت بالطيارة عشان يشوف قوته اللي هناك كان طيارته هو قاعد قدام معاها العسكريين الطيارة من ورا الشركات الكبرى في امريكا رايح هتشوف الدنيا فيها ايه شركات كهربة شركات مواني كل الشركات دي كان قاعدة ورا في الطريق بياخدهم رئيس الجمهورية رسميا وبينزلوا في حفر الباطن يبتلوا يتفقوا على الصفقات قبل ان تتحرر الكويت العملية ما هياش فقط هندسة يعني اذا اردنا من الان نحصل على كعكة اعمار في ليبيا لابد من التحرك منذ الان احنا عندنا علاقة جاهدة جدا بحفتر نعم بس ما هو دور حفتر في الاخر لسه مختلفين اللي بيين مع بعض مم وانا متأكد ان لو كان حفتر له دور قوي هيحاول جدا انه يستعين بمصر لان مصر هي اللي سنده وهي اللي سندته وهي اللي وقفه وراه هذا لا شك كبير بس الفرصة لم تضع بعد يعني لا هنا ولا هنا اه نستطيع في ليبيا نحصل على جزء من الكعكة الاعمار واي جزء صغير كفاية جدا علينا احنا دولة صغيرة اي جزء صغير هيبقى حاجمه كبير جدا لينا وكذلك في سوريا عندنا بطالة برضو كتيرة في قطاع التشهيد والبناء عايزينا تروح ليبيا تشتغل عندنا شركات اتصالات شركات يعني بص يا فاندر انا عمعت البطالة تشغل شركة تركي ده اسوأ شيء مم لانا هيرجع الراجل دور بمورتابه ويرجع تاني انا عايز شركات مصرية تروح هقول له حاجة قبل كده في شركة قطاع عام اسمها مصر اسمانت المسلح ممم وقت صدام حسين كان بيحب مصر فياديها شغل لانشاء كل المصملة الحربية ساتة ترتسنين رجعت ب 60 أو أكثر من 60 مليون دولار أرباح كل المصريين اللي اشتغلوا هناك رقوا زي ما حناك بتقول اللي عملنا رجعت لكن الشركة القطاع العام دي اللي اسمها مصر سمانة المشألة دي اربحها هناك 60 مليون دولار اندخلتهم الى مصر لما نبعت عمالة بس العامل هجيب قرشينه ويرجع لكن لو بعتنا شركات مصرية تشتغل هناك اللي عامل هياخد فلوسه اولا مش هيجنع عليه لان دي شركة مصرية عرفها الشركات الاجنبية ممكن تبقى جبارة معاه وفي نفس الوقت الشركات دي هترجع بارباح مش قليلة خليني اسأل حالك السؤال يعني في ازهان كتير من المشاهدين خاصة للطبقة الوسطى هل ضعت فكرة حلم امتلاك شقة في مكان جيد في مصر بسبب ارتفاع الاسعار بالنسبة للمواطن ابن الطبقة الوسطى لو المواطن عنده دخل كويس لا مستطيع ان يتملك يعني ايه دخل كويس فيه النهاردة الموظفين انسى الحكومة مع الاسف فيه موظفين في البنوك بياخدوا مرتبات كويسة اوي اما كان فيه سياحة في مصر كان كل من بيشتغل في قطاع السياحة دخل كويس اوي قطاع الاتصالات قطاع الاتصالات ممتاز هؤلاء ما عندوش ولا مليه من النهاردة مش عيب لكن دخلي الشهري يخليني اقدر ادفع جزء مش قليل لمدة خمس سنين هاخن شقة لكن ايه اللي بيشتغل في الحكومة النهاردة ومرتبه تمنمائة جنيه او الف جنيه او الفين جنيه صعب عليك الاسكان الاجتماعي فدول الدولة مزبوط الدولة الحقيقة في السنوات الاخيرة بنت اسكان للشعب اكتر مما بنية انا مستمعنيش احصائية يعني مشروع الرئيس سيسي هي مليون شقة مليون وحدة سكنية تسعين متر متشطبة تلاتة وصالة اه بمية بدأها بمية خمسة وتلاتين النهاردة بمية سبعة وتمانين الف وليه تسعين معاملها سبعين معاملها ستين يعني اعمل تسعين ما بقولش بطاله التسعين بس اعمل ايضا لحد قدرته اقل وقدرته اقل معي حضرتك يعني احنا لازم نهارده نعيش واقعنا دخول المصريين قليل الاسعار مش غالية بس عشان يكونوا واضحين سهل الاقار في مصر ارخص من اي دولة عربية اي دولة عربية من موريتانيا للقليج معي حضرتك انت عسان تحرك بتقيمه بالدولار ايو ايو سهل اقار في مصر ان لو سعر متر شقة عشر تلاف جنيه يعني خمسمائة دولار مش رقم اقل من اي دولة عربية لكن دخل المصري اقل اقل من اي مواطن عربية هو ده جوهر الازمة هو ده جوهر الازمة علينا ان نبحث كيف ان يزيد دخل المصريين دخل المصريين حيزداد بازدياد فرص العمل وازدياد الانتاجية انا دايما بقول احنا ما نشتكيش ندخلنا الواطن ونعيط هل انت جايدنا جايدة لا جنتنا مش جايدة انا فيه موضوع ازا اقوله انا عمي الله يرحمه كان رئيس شركة قطاع عام في الغزل والنسيج في الدولة نعم وكان في كشك الضمياط وكان مؤمن جدا بالقطاع العام الى ان سافر الى اليابان رجع كافرا بالقطاع العام وقال لي قال لي انا عندي في مصانعنا هو طبعا عنده وعند غيره عامل النسيج بيشف على 4 نول عامل النسيج براح في اليابان بيشف على 36 نول يا الله يا الله اذا العامل ده ياخد المرتب ده لا عايز العامل بتاعنا يزود مرتبه يشف على مش هقول 36 مش فعل 10 طب اللي بتاعنا يشف على 4 اللي ينطول للصهران في القهوة او قدام التلفزيون ومش عايز اقوله افين او محشش هذا هو العامل مصري انت عارك شايف ان ثقافة العمل عندنا كمصريين بعفية شوية اوي اوي والدليل على ذلك ان فيه مصانع القطاع العام الحديد والصلب محلة كبرى المصنع خسران وبيطلبوا الارباح السنوية والحكومة تيديهم الارباح السنوية تبقى كارثة فبتأسف للنفذ بتدين له رشوة ما يستهلهاش عشان يتمنوا مش رح انت عارك بتقول لو في القطاع الخاص لا يمكن مستثمر المصنع خسران مش هدير منين مش هدير منين في يوم الايام انا كنت مهندس لشركة اسمها الشرباجي الغزل والنسيج كانت قطاع عام كان اول موقع قطاع عام انا بيت استشألي لها كان بتخسر وبعدها بقت بتكسب فسألت رئيس الشركة اللي كان اسمه مرزوق وقت ما قلت بتكسب يا مرزوق بي بتكسب ليه لان كنت عايزة اتعلم بس لا لا اشتغل غزل والنسيج انا بتعم انا بنا فقالي لتشغيل خارجي ما فهمتش ففهمني ان القطن بعد كده بتعمل غزل يعني فتلة وبعدين بتطلل للنسيج لو التوب تلا فيه عيوب ما يسويش حاجة ما حضرتك فكانت لأتواب اللي بتطلع من مصنع الشوربغي مليان عيوب فالغزل اللي هتمن يدخل نسيج يطلب تمن اقل هكذا كان بتخسر فخد الغزل كله واتفق مع شركات القطاع الخاص الغالبانة اللي ما عنداش شغل اللي في شبرة الخيمة وكان يديله طن غزل ويستلم منه طن النسيج مش مع عيوب فهذا هو سما التشغيل الخارجي وكل أعمال النسيج بتوه كان بلعب كرة في الشارع قفل مصنع النسيج بتاع بتاع الدولة معي حضرتك وخد الغزل السليم اده لشركات تعبانة صغيرة جدا في شبرة الخيمة وسماه عنده في الشركة التشغيل الخارجي علمني وانا صغير لماذا الشوربغي اتقلبت من خسرانا الكسبانة التشغيل الخارجي ده اللي احنا محتاجينه النهاردة لأ مش محتاجينه ندل اللي بره محتاجين نصلح نفسنا والعمل بتاعنا يطلع اطوب مش مع عيوب وبدلا من يشف على 4 نول يشف على 6 نول ثم 10 نول ثم 12 نول اشرافه عليه يعني ايه المتوب شغال لكن لو كان فيه عيب بيدور محمد يقفل على طول اه مش اشرافه مش اطلع بره اشرب سجارة واولد دي كله زي الفن اعمل شاي على اللمبة اللمبة دي بسخنة فبعمل عليه شاي ما بيشفهاش يعني كلام كتير قوي يتعلق بان العامل النهاردة اللي شغال في الانفاق قطعا بياخد مرطب عالي جدا وبينتج طبعا لانه بينتج وبيعمل طاقة ده اللي عايزين نعمله عايزين كل عمالنا ياخدوا مرطب عالية جدا وينتجوا وبالتالي الطبخ الوسطى ترتفع فوقهم وتزيد الدخول اخر سؤال وانا بختم مع حضرتك شايف 2018 بالنسبة لقطع التشييد والبناء متفائل ولا حزير؟ بالنسبة للشغل شغل كتير جدا ومليان كتير جدا وكل ممكن رئيس السيسي فتح شغل وحيفتح شغل ومستمر الشغل كتير جدا للشركات بس لاجب ان تكون شركات حريصة جدا في تسعير شغلها حتى لا تصاب بمشكلة حزرة يعني حزرة الشغل موجود وكتير لكن انت متفائل بشكل عام لقطع التشييد والبناء متفائل بشكل عام بشرط ان يكون اقطع التشييد حذر حذر انا في نهاية لقائي بشكر ضيفي الكريم رائد من رواد التشييد والبناء في مصر مهندس حسين صبور متع الله بالصحة والعافية بشكرك على تشريفك لنا الدائم انا بشكرك على انك بتجيبني عشان اتكلم كلام المحترم مع رجل محترم الله يخليك الله يخليك مهندس حسين بشكر حضرتك وبشكر حضراتكم بكرة حلقة جديدة ان شاء الله من المصر فاند انتظرونا الساعة عشرة بالليل سلام عليكم اشتركوا في القناة